السلام عليكم فوز منتخب السعودية للناشئين على منتخبنا بنتيجة 2-0 بأداء ونتيجة ورقي ولعب جميل من المنتخب السعودي ومستوى وطواضع المنتخب السوري للناشئين يعني وأخيرا بعد خمس شهور من المباريات والتحضير شفنا منتخب الناشئين يعني كان الموضوع سري جدا وحاليا شفنا نتاج المشروع اللي عم ينشغل عليه باتحاد كرة القدم الاستاذ صلاح رمضان عم يفكر بالناشئين والشباب وعادي الموضوع الرجال مو مهم فنحن شفنا الناشئين والنتاج اللي عم بيصير حاليا لا كرة قدم لا مستوى بصراحة يعني واضح جدا هذا المنتخب منتخب بواسطات لا أكتر ولا أقل يعني باختصار شديد منتخبات الناشئين انت شو منتظر منها انتقاء جيد لعيبة موهوبين جملة تكتيكية ما شفنا أي شي لا موهوب يعني انت تابعت المباراة حسيت بين فيه لعب بالفعل فلتة بينما بالمنتخب السعودي قارن مع المنتخب السعودي فيه ثلاث إلى أربع لعبين فلتات لعيبة مميزين لعيبة بيمسكوا الكرة صاحة بيمرروا صاحة يعني المنتخب السوري للناشئين ما فيه لاعب ممكن تحكي عنه بشكل إيجابي ما فيه لاعب لاعب فكيف تم الانتقاء أكيد واسطات يعني بصراحة من 11 لاعب أو من 23 لاعب بمجرد ما تعمل اختبار التزديد لهاللاعبين فقط اختبار التزديد ما لازم تختار أي لاعب لك حتى تزديد ما بيعرف يستدد تمرير ما بيعرف ما فيه أدنى فكرة كيف اشتغل المدرب على الانتقاء كيف اشتغل الاتحاد السوري لكرة القدم كيف عم بيشتغلوا أكيد واسطات صراحة هذا المنتخب منتخب سيء كارثي منتخب لا يعني لكرة القدم ممكن يفاجئنا بالمباريات القادمة أمام الإمارات والأردن لكن بالمحصلة المنتخب السعودي وين ونحن وين يعني صار المنتخب السعودي نفس منتخب العراق كل ما بنلعب معه بالناشئين بالرجال بالشباب بالخدج بالبراعم عم بيفوزوا علينا لأن عم بيشتغلوا صحة عم ينتقوا صحة عم بيختاروا صح كل شي صح نحن على العكس تماما خمسة شهور ستة شهور من الاستعداد والتحضير لحتى تشوف هاي النتيجة أنا ما عم بحكي عن نتيجة 2-0 عم بحكي عن نتيجة الانتقاء ونتيجة المستوى ونتيجة الأمور اللي عم بتشوفوها وشفتوها بمباراة السعودية وسوريا إذا شفتوها هذا كل شي حاب أحكي بتمنى يعجبكم الفيديو وادعوا لنادي الفتوى أنه يربح اليوم ممكن يفرحنا شوي إن يدفع اليسولين